جواهر طفلة موصلية دخلت المستشفى جراء ارتفاع درجة حرارتها وخرجت منها بعد أيام جثة هامدة والدها يقول أن الطبيب المقيم شخص حالتها بالتهاب اللوزتين ولكن تبين فيما بعد أنها مصابة بمرض السحايا وصلنا لها النتيجة ليش يعني صار عندها أعراض زوعت أشفونا ورموا ويقولون المستشفى بيها أمراض وحالات سحاية أنا ما أعرف أشني سحاية ولا أعرف أشني أعراض السحاية أثار هي عطت منبهات الأزواء وعيونها ورمت ونزل لعاب سائل أبيض من حلقة قبل الشمرة ونسأل ونسأل ونقول لهم هالشكل الأعراض عيسر بيها يقولوا لي عادي ما أقل شيء عائلة الطفلة تقول أن التقصير من الكادر الطبي السبب في تدهور حالتها فقد دخلت المستشفى في المساء ولم يكشف عليها الطبيب الأخصائي حتى الصباح وذلك بعد أن انهارت حالتها الصحية ودخلت في غيبوبة كاملة أخصائي شكنا من الدورة الحالة يلا هم تصلوا علي إيجي من الدورة الحالة آخر شيء آخر اللحظات يعني إيجا مجرد يعني حاولي يسعفه الأخصائي طبعاً مولي يسعفون ممرضين ممرض شخص واحد هو يسعفه الأخصائي كيف ما سوه إدارة المستشفى نفت ادعاء العائلة وقالت أن الأخصائية كان متابعاً لحالتها واللجان التحقيقية هي من سيكون الفيصل ما بين الطرفين الطبيب الاختصاص كان موجود في المستشفى ساعة ستة ونصف صباح شافة أيضاً بالليل كان عنده جولة مسائية أيضاً كان الرجل إحنا استدعيناه وأكد أنه كان موجود الفيصل في هذا الموضوع هو اللجنة التحقيقية اللي أمر المدير عام بإجراءه واللي يعتقد أنه بكرة راح تبدي عمله وتطالب عائلة الطفلة بتدخل النزاهة والقضاء كجهات مشرفة على التحقيق وتريد سحب تسجيلات كاميرات المراقبة من الردهات لتؤكد صحة الإدعاء وتنتظر عائلة الطفلة جواهر الإجراءات الإدارية لمحاسبة المقصرين حسب قولهم ويتمنون أن لا يكون مصير ابنتهم لافتة سوداء معلقة على هذا الجدار إلى الموصل محمود الجماسة قناة التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر